اشتركوا في القناة 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 هو يعني ممكن نقول دور زي دور الفلونزا بس دور قاتل وباء قوي جدا لكن مش عايزين نهوم بالامور ايه رأيك في اللي بيحصل على الساحب في الداخل اشتركوا في القناة الجانبين هما الاثنين مسؤولين عن اللي احنا فيه دلوقتي الكارثى بقى في الموضوع ان احنا لسه رايحين لاكتر من كده وحتى وزير التعليم العالي بعد ما كان بيقول من يومين وانا مكنتش بصراحة مختنع بكلامه ويقول ان احنا اخر حاجة هتبقى في يوليو وبعد كده هنوصل للمعادلة السفرية وهنوصل ساعتها اقصى حاجة كان حاضرتها اربعين الف نعم النهاردة بيقولك ان احنا ممكن نوصل ممئة الف لمليون والكلام ده بصراحة بين يوم ما بين حضرتك يخوف يخوف بس هو برضو دي نوع من انواع الواقعية الاربين الف دي انا مكنتش مش مصدقة خالص دلوقتي احنا الاصابات بقت مناطقية بشكل كبير جدا يعني مثلا البعض البعض من خلال رصدك للمستشفيات وكمان وهده من سلوكيات البشر يعني احنا قبل الهوا كنا بنقول ان بتوع المقرباص بيحطوا الكمامة دلوقتي علشان يهرب من المخالفة يدي الكمامات للركاب الراكب هو نازل يقول الله يبرك لك ويدي له الكمامة يركب غير ويدي له الكمامة ده نفس القصة بقت في البنوك للأسف كمان يعني المفترض ان البنوك ناس وعي على الاقل اللي داخل البنك ويتعامل مع البنك فمين بيتعامل بالشكل المسفده طب انا على سبيل المثال كنت في جهة حكومية النهاردة وانا داخل لقيتهم بيدوني اكمامة مقفولة في كيس بلاستيك شيك جميلة يعني الدولة بتحاول بكل الطرق ان هي توفر وسائل الاحترازية هو منطقي لكن المشكلة في تصرفات البشر اسلام بيه؟ لا ما هو لحك برضو برضو انت مش لازم يعني تميل قوي على البشر لان انت بالأسف يعني كمجتمع عندنا نسبة أنا آسف يعني بين قصيني الجهة الكبيرة حتى المثقفين واصحاب الشهادات برضو عندك الحجاه للأسف يعني في نموذج من نماذج الناس كلها رصدا حكاية البروتوكولات اللي متوزعة بشكل جبيل جدا اذا كانت على الواتس اوب او على السوشيال ميديا عموما ما بين تويتر وفيسبوك والناس بتاخدها وبتتعامل معاها لدرجة ان فيه ناس بتموت من انها بتاخد الدوة لانها بتاخد الدوة غلط وبتسمع الكلام اللي مضروب على الدنيا تزعل بقى لما تجاهي الكلام ده من الناس واخدين شهادات يعني لو ناس بوسطاء يعني اقبلها منهم لما ناس واخدين شهادات وبيسمعوا للكلام دوت يا اخي طب ده حياتك بلاش حياتك ده حياة اهلك نتمنى بس ان ان الاهالينا واخوتنا واصدقائنا وعمة الشعب يبقى فيه شيء من الرقي واتخاذ الاجراءات الاحترازية وبعدين اصبحت الكمامة متوفرة وبسعر يعني زهيد جدا ومش مش هتبقى مكلفة بالنسبة وارجو الناس اللي بتغش بتغش الحاجة دلوقتي يعني فيه شوية ضمير لان الغش دلوقتي يعني حياة واحد هتموت اه انت لو غشكلي الكمامة او هتبع علي مثلا ب 2 جنيه بدل ما هي ب 3 جنيه ولا 4 جنيه وعشان تكسب هتكسب كتير انا عاني للأسف بس انت هتموت ناس كتير برضه فاتمنى الناس دي تحس قد ايه ان الحكاية بجد واصلة لغاية تموت انت ممكن تيتم تيتم الناس او واحد مثلا عنده طفل لما كانش يعني جابه بعد ايه هتموته له فالوقت دوت مش وقت سرقه ووقت جشع خليك عندك ضمير وما تسرقش في الناس في حياتهم يعني اسرق في حاجة تانية يا اخي ما تسرقش في ده ارجوك يعني نعم عندنا كم خبر كويس ومباشر الصين اعلنت على ان المصل المصل اه ها في خلال شهر او اتنين هتوفر مليون جرعة وان على نهاية العام هكون موفرة اكتر من عشرة مليون جرعة وفي طريقها ونسبة نجاحه اللي عملوها تصل البعض اعلن انها 98% والبعض الاخر اعلن انها 99% وانا اصق في كلام الصين ده انجاز للجيش الصيني بالمناسبة وعلى فكرة المخترعة التركيبة دي جنرالة فالجنرالة دي دلوقتي تحولت الى البطل القومية في الصين بس على فكرة بالمناسبة برضو مش الصين بس اللي بتعلن لا والمانيا لا لا احنا كمان اه انا كنت لسه اقول احنا في الاطار ده مركز التميز العلمي شغال بشكل هايل جدا وكان من ضمن اول ناس اللي فكوا شفرة التعقيد التعقيد بتاعها ده وشفرة كان عند الصين انها ما بعد كده كمان تعقيد الشفرة بتاعة الفيروس يعني احنا بنهتم دايما بالشغل بتاع الناس اللي برا ايطاليا مثلا من كام يوم اكتشف ان فكرة الفيروس بيلعب في التخسير بتاع الدم فبدأوا الناس تتكلموا في قصة دوية السيولة وكان من رهز القبيل احنا نفسنا كنا شغلين على البلازمة بعد ما الصين كانت الخط الخط جاءنا من الصين واشتغلنا عليه طيب احنا ليه ما بننجمش نفسنا في الحكاية دي لان الحكاية دي على فكرة سمعة سياسية سمعة سياسية وسمعة مالية الكلام ده بفلوسك جدا وبهيبة فانا يعني مهتم جدا بنحنا نجم نفسنا في مركز اسم مركز التميز العلمي لازم ياخد حقه وليازم كل علماء ياخدوا حقه خطازة ده حقي ويعني الحمد لله وصلنا ان احنا بنصنع دلوقتي الرمو سفيد تمام وفي خلال اسبوع باذن الله هيبقى في الاسواق وهيبقى في المستشفيات وهيبقى في متناول الناس والجرعة بتاعته بيجيب نتائج عالية جدا في خلال اربع او خمس ايام بتقضي على الفيروس داخل جسم الانسان وتخليها تعافى بسرعة وربنا يعفونا جميعا وما نحتاجش لكل الكلام دوت وربنا يرفع الوباء والبلاء بس يجب ان نتعامل مع الامر بحذر لان اه اتعداد الاسباب والموت ووحدهم ولكل اجل انكتاب كل الكلام دوت احنا مؤمنين وموحدين بالله ومؤمنين به لكن خذوا حذركم يعني ما قفش قدام القطرة وقول العمر واحد والرب واحد ما نعيش بس عيش مش أول وهأزي غيري بمناسبة ان حاجد خلتنا في سكة الدين برضو احنا المفروض ان احنا دلوقتي على شفاء فتح دور العبادة ما بين مساجد وكنيس فطبعا الناس دلوقتي لما بتبقى خايفة بتبقى قريبة لمين لربنا سبحانه وتعالى على اختلاف الاديان فانا اتمنى ان احنا ما نفتحش الزوايا اذا كانت كنايس او جوامع لان التهوية مهمة جدا والناس هتبقى خايفة واللتزام زي معاملة السوديين ما فيش حد يسمع الكلام الناس دلوقتي كانوا بعد ما الجوامع قفلت السوبر ماركتات كانوا بيقفوا قدامها ويصلوا ومفيش حتى مسافة ولا كلام من هذا القبيل ولما بتكلم حد ويقولك ده انت مواسس عفوا لو فيه ناس تقولك تانية من ناحية تانية يا عم سيبها على ربنا طيب ربنا سبحانه وتعالى قيل في كتابه الكريم في القرآن 34 مرة اعقلها وتدبر وكل معاني التعقل والتدبر ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا دي احنا نشغل دماغنا زي ما حالك بتقولك لما ندميش نفسنا في التهلكة فمش معناه إلا أنا أساسا برميها على ربنا يبقى خلاص أتوكل ما توكلش وهو ده الخطورة أتمنى الناس وهي نزل الجوامع ما تنزلش إلا جوامع كبيرة أو كنايس كنايس كبيرة يبقى فيها تهوية وهي نفسها تاخد تاخد مصليتها أو حاجتها وهي رايحة وما تهتمش من سكة يعني في السعودية وفي الحرم المكي دلوقتي بياخدوا معاهم المصليات بتاعتمهم بيحطوها وتباعد وما بين كل مصلي ومصلي متر ربنا ياسف كنا تكلمنا في بداية الأمر منذ أربع أو خمس حلقات عن أن الفيروس ده فيروس مصنع وفيروس أمريكي والبعض كان بيتقول وكتبت أنا في يناير في بداية يناير رقم الإداع بتاع براءة الاختراع وإنه اختراع أمريكي وإنه كان موجود خلال الأسبوع الماضي حصل أن سقطت آخر أوراق التوت وخرج دكتور على درجة لواء وفضح الأمر وقال أن الأبحاث كانت شجلة عندهم على كوفيد 19 من 2012 ل2015 لغاية ما أظهروا براءة الاختراع بتاعته وتكلفت هذه الدراسات أربعة مليار دولار من أموال الشعب الأمريكي دافعة ضرائب وإنه بدأوا يقاضوا الدكتور دوت اللي هو كان بيشرف عليه واللي هو صربه وبدأت الأمور تخش في طيار كتير جدا والدكتور فوتشين دوت دلوقتي قيد الاعتقال وإن أمريكا هي اللي وراء هذا الأمر وبدأت شركات الأدوية تتناحر هناك وشركة جلعاد أعلنت أنها هي بصدد إصدار المصل وبصدد إصدار الدواء هي قصة كبيرة جدا ومضي دواء على مستوى العالم وزي ما حصل لو بصيت للسيناريو اللي بيحصل حاليا لهذا الوباء هو نفس السيناريو اللي اتعامل في الفلوانزة الطيور في 2007 و2008 وحققوا من وراء 9 مليار ساعتها وتسعة من عشرة ونفس الأمر كانوا متخالين أنه هيعملوا النبادي ويحققوا نفس النتاج ونفس النجاحات ونفس الغلوة في الأموال إلا أن ألمانيا دخلت على الخط وكانوا عايزين يشتري رئيس الأمريكي كان عايز ياخد براءة الاختراع منهم بمليار ورفض وطلع وزير الخارجية وقال ألمانيا مش للبيع وأن أبحاثنا هتفضل لنا ودي جزء من تاريخنا طيب قبل ما نخش في حواديد كوروناك كتير اللي مش هتنتهي لأن معنا حواديد كتير معنا سيادة الليوة قاطو مساء الخير يا فندم سيادة الليوة كل سنة وحضرتك طيب ودايما منورنا وبنستنير دايما برأيك وبننير بي رأي المشاهدين أخبار اللي بيحصل في ليبيا إيه سيادة الليوة يعني عايزين نعرف اللي بيحصل في ليبيا والدور التركي والإخواني وتدعياته راحة بينا على فين سيادة الليوة طبعا بالنسبة لنوضوع ليبيا نوضوع معقد للغاية ولكن احنا النهاردة والحمد لله رب العالمين في يعني بوادر الانتصارات اللي بيعملها الجيش الليبي في ليبيا نعم احنا النهاردة لما نتكلم على ليبيا ليبيا مشكلة من سنة 2011 لغاية النهاردة يعني تسعة سنين تسعة سنين في نوع من اللي يعني فشل الدولة تدخلت تركيا بتدخل سافر جدا تدخلت بعض الدول العالمية تدخل برضو سافر وغير مسؤول بايز النهاردة ليبيا اللي بينقذها حاجتين نعم الجيش الليبي وعيد شعب الليبي هلاوا على الدعم المصري الى ليبيا نهاردة احنا اللي بنا نتكلم على هذا الموضوع اه فيه يعني حاجتين رئيسيتين اول حاجة ان ما اعلنوا الرئيس اه اكسيسي ان احنا عايز مع الساحة حل السلمي ولكن لابد ان يزال الارهاب النهاردة الجيش الليبي ماشي كويس خطوة بخطوة في ازالة الارهاب وده حاجة كويسة احنا يعني نبعمة تماما نمرة اتنين اللي هو الموقف الدولي الموقف الدولي لابد ان يكون له كلمة النهاردة تركيا باعتداءاتها البباشرة على ليبيا اه ويعني بسكل سيء للغاية وانا ما عرفش ليه يعني هلا يعني مثلا عودة الدولة العثمانية هل حتتحقق مش هتتحقق ولكن النهاردة الموقف العالمي اه مثلبي جدا مع تركيا ده حتى حيث نيته يا ساتي الليو يبقى ايجابية قليلة مع تركيا عن شاء الله الموقف الليبي حيبقى يتحسي كتير او يعني يعني نجد ان حلف النيتو كله عادة فرنسا طبعا هي اللي لها موقف مغاير بطريقة يعني اللي ساكت بطريقة سلبية واللي بيدعم من تحت الترابيزة تركيا طبعا احنا عارفين الموقف بتاع ايطاليا وفرنسا نعم فرنسا وايطاليا لهم مصالح مباشرة معالمية نعم ولكن مع ذلك موقفهم سلبي في الواقع انما نقول اه يمكن الموضوع بتاع الكورونا والموقف الدولي او تقزم شوية مع هذه الدول انما اعتقد اعتقد ان مع الفترات القادمة ان شاء الله حتتحل الموقف او حيتحل حد الموقف وحنقدر ان احنا نعمل حاجة في ليبيا النهاردة الوضع بتاع ليبيا زي ما قال اللي هو اللواء المثماري اللي هو المتحدث الرسمي اه مطمئن مطمئن واخد بقى لحظوات احنا النهاردة لما نقول في مواقع بيتم تحرينها تكويس جدا الموقف بتاع ترابلس بيتحسن اه يبقى كويس جدا ولكن الامدادات التركية المستمرة هي دي اللي عليها دوع من علامات الاستفام اين الموقف الدولي اين الموقف الاوروبي اين الموقف المجلس الامن اين موقف دول برلين علام برلين طيب يعني كل جهة اللي بقول نحن يعني يقول له ده جباب نعم اه طيب بتعلل بايه الموقف الروسي اه في ليبيا البعض بيقول ان انسحبت روسيا وثابت الوطية لتركيا مقابل ان تركيا اه تسيب سوريا طبعا هزا الكلام اه انا 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 لا اجد له مكان من الاعراب ولكن في نفس الوقت لقينا المقاتلات الروسية موجودة اه رجع التاني الاف اه اربعة وعشرين اه و و و روسيا اه بتعلن ان الكلام دوت مش مش هي اللي وراه ده شركات اه امن هي اللي وراه تفسر الكلام ده بايه سيطن لو طبعا احنا برضى عشان خاطر ليس ما يزاع عن روسيا هو احد تصرفات التول الكبرى نعم روسيا لها مصالح في ليبيا ولها مصالح في بيترول الشرق الاوسف لان النهاردة الغاز بتاع الشرق الاوسف قد يؤثر على انتاج روسيا الكبير جدا من الغاز والبترول هي عايزة تجد لها مكان وموطق قدم في المنطقة عشان خاطر تبقى يعني منافس لهذا البترول والغاز بالنسبة لأوروبا ده الناحية الناحية التانية روسيا لها تطلعات اللي هو زي زمانيا مكان الاتحاد السوفيتي وعايز يبقى له قدم في المناطق الدفاع عادة روسيا بتكرر هذا الموضوع لها قدرت انها يعني تجد لها مكان كبير في سوريا النهاردة ليبيا يعني ساحة مفتوحة يقول لك لا أنا ليه اللي برضو لازم يكون ليه قدم في ليبيا وخصوصا ان ليبيا مع التحاد في البيض القديم كان لها علاقات كبيرة جدا القذافي معك مع القيادات الروسية فعايز توعيد هذا الموضوع لصالح اللي هو ايه كدولة عظمى تستعيد مكانتها الروسيا كدولة عظمى وتعيد اللي هو البكان بتاع التحاد الروسية القديم في منطقة الشرق الأوض هنا انها تقايد اعتقد ان ده يعني يمكن مبالغ فيه شواء نعم عايزين نسأل حضرتك اخر حاجة بما تصف الموقف الان الاسيوبي السوداني موقف ضي حالستك يعني معرفك العزيز يعني بتتكلمه في كورونا في كورونا اسيوبي كورونا اسيوبي فعلا يعني فشل غير هذه النهاردة احنا الموضوع بتاعها اخيرا وبعد التسع سنوات تبينت السودان ان الموضوع السد اللي هو السد النهضة ده يعني ما بتموش سد النهضة بقول سد الازمة يعني يعني يكون خطر جدا على قبل ما هو خطر على مصر وزي ما قال يعني وزير الرئيس السابق او يعني احد الخضراء الرئيس قال يما يعطشونا يحيغرقونا في يعني يعني عوضة او يعني مشروع عوضة للمفاوضات تاني السيوبيا بتعطاله طب تعطاله ازاي يعني لو كان ماشي 24 راس وان السودان بقى موقفة مع مصر ننقل ننقل بدلا النيل الازرق نوديه في مكان اخر لو النهر عبرة نهر عبرة ده احد الروافض برضو فالنيل اي نعم الكمية المية اللي تيجي منه محدودة انما موجود نعم وكان لو حضرت افتكر في السيارات من القرن الماضي كان الموضوع بتاع الشر السودان بتقومه اسيوبي عشان ينفصل عن السودان بعيد تكون الاراضي دي كلها اسيوبيا تستولي عليها النهاردة اللي بيحصل بقى قالك النهاردة انا اضرب عصفرين او ثلاث عصفرين بحضر اول حاجة اعطل المقفوضات بتاعة سد النهار نعم نمرة اثنين استولي على جزء من الاراضي الخزمة اللي عند نهر عطبرة وستزحة وكلام دي نمرة ثلاثة اورط السودان مع مصر في هذه المعاولية لما اعتقد ان كل ده موضع فاشلة بتصرها اسيوبيا واسيوبيا للأسف في حاجتين رأسيتين اول حاجة لا تقرأ التاريخ ثاني مرة واحد القيادة بتاعتها لا تقرأ التاريخ نمرة ثلاثة بتندفع في قرارات صعبة عليها النهاردة احنا وصلنا بالنسبة للتفاوض والكلام دي كله الى الدرجة النهائية اللي هي تدخل مجلس الامن والكدل الكبرى وفعلا المجلس الامن والاتحاد الاوروبي عطوا يعني توصيات لأسيوبيا انها يعني لا تعتماد في العمل بتاعها بالنسبة للتفاوض الحال ما بعد ذلك بقى هيبقى فيه انذارات والكلام ده كله وقد يتصاعد الموقف لغير صالح الاسيوبيا على الاطلاق لانهو يعني فيه الخبرى بيقولوا بالنسبة للسد ده السد ده لن يزيد عمره عن عشر سنوات وحينهار ليه لانها موجود في منطقة طالق زلزلي منطقة لا زلازم من سيقدر اتيوبيا من ناحية والسودان من ناحية تانية وبالتالي كان التوصية بتاعة البنك الدولي انه لابد من اعادة المواصفات الفنية بتاعة النار وده طبعا ببتنفذوش اتيوبيا احنا بنشكر سيادتك جدا وكل سنة وانت طيب وسعيدنا بيك وربنا يزيح الغمة وعلى امل اللقاء قريبا باذن الله شاكرين يا فندي عمنا لا مداخلة في منطقة الاهامية طبعا الاستاذنا سادت اللو عبدالله مكاتو واخيرا بصراحة كانت في غاية الاهمية المعلومات والتحليلات المتعلقة بالمشهد الاسيوبي وعجبتني جدا زاوية ان كل اللي حاصل ما بين اسيوبيا والسودان دلوقتي مجرد افتعال لازمة بيؤخر بيقعط لحضرتك اثيوبيا من على مدار التسع سنوات اللي مضت كانت بتبتز البشير بانها نعلن ان انت كنت ورى اغتيال مبارك اللي حصل في التسعينات ولا توافق فيضطر ان يوافق وطبعا البشير كان معروف في اتجاهاته الاخوانية والاخوان يعني كان ليهم يد كبيرة في محاولة اغتيال مبارك رحمة الله عليه وده تاريخ مش هيتنسي افتكر ان الاجهزة في مصر كانت عارفة الكلام دوت يعني مش جديد لكن جديد على العامة فهم كانوا بيبتزوا من هذه الزاوية فكان بيضطر يوافق لهم على كل حاجة مع الحكومة الجديدة والنظام الجديد في السودان مفيش على رأسه بطحة يحسس عليه فحصل من هنا بقى ان اخر اوراق التوت بدأت تتساقط عند الجميع وبدأت المواجهة وبعدين مش مواجهة جيش ده جابوا لهم بلطغية يدخلوهم والجيش بيحمل بلطغية دي فاضطر الجيش السوداني يرد عليهم وسقطت شهداء من السودانيين ده فيه اطفال كمان واطفال واطفال ماتت واسيوبيا يعني بتجر نفسها لمنعطف هي مش هتقدر عنها لا لا انت مش انت هو يعني الناس كلها فهم الكلام ده وانا احنا مش بنواجه اسيوبيا احنا بنواجه يعني بشكل مباشر ما نوراق اسيوبيا او حتى روسي جاي من ناحية تركيا فالكلام واضح وصريح وحتى الكل الرسائل حتى احنا لما بالوقتي لما بنناقش معها في الملفات الاسرائيلية المصرية فهو احنا احنا بتتكلم في المنتدى بتاع الغاز بنتكلم برضو على فكرة سد النهضة الكلام كله معروف وكله الاطراف واضحة واحد زي ابي احمد ده مش هو اللي بيعمل كل الشغل ده هو حتى كان عنده الكورونا فادته بشكل او باخر كان عنده المفروض انتخابات في اغسطس اتأجلت لغاية اكتوبر والمحتمل كمان هي تتأجل اكتر تتأجل اكتر بسبب الكورونا فده طول وقت ليه رغم ان هو شعبيته بتتراجع بشكل كبير جدا لا وفي الكساب في الشارع الاسيوبي ونصبوا على الشعب الاسيوبي وفاهمنهم ان سد النهضة ده هيجعل هناك رقاء لا لا بس هو في حالة تكريه كبيرة كبيرا ده اللي بقى احنا لازم نرصده ضد مصر في الشارع الاسيوبي والشرع السوداني وللأسف السوشيال ميديا غالبها دلوقتي اللي راكبها بعفوا في الكلمة بس ده اللي مسيطر عليها لا لأنا بكلم بالاسلوب السوشيال ميديا يعني هو في تويتر بالذات اللي راكب الموضوع اعداء لمصر واحنا في اللجانة الإلكترونية المصرية الوطنية مش موجودة في شكل كبير في تويتر فبالتالي كل الصوت المسموع والأجواء عدائية جدا ضد مصر والصورة العامة الزهنية وشحن الشارع الاسيوبي والسوداني ده انت دلوقتي لما بتيكي تتكلم بتقولك بتسنت السودان في الأزمة بتاعتها في المنطقة الحدودية ما بينهم دلوقتي بيقولك قادة ده مصر هي اللي موليها الموضوع لا السوداني يقولك لا احنا بيسموا إثيوبيا أختنا الشقيقة واحنا مش أخت ولا شقيقة فتصور الدنيا لا احنا لازم ناخد بالنا من الجيل ده اللي هو الجيل المغير الجيل السوراجي اللي هو زي أيام يناير عندنا هم عندهم جيل من النوعيات دي وبالمناسبة الأخوانة عندهم طبعا من البشير تقريبا قعد 30 سنة قرابة 30 سنة فالأخوانة في كل المؤسسات فبالتالي أنت خلصت من البشير بس مخلصتش من أجيال التانية وما بيسمهم عندهم الكيزان فأنت مخلصتش من الكيزان التانية كل الدنيا مليانة كيزان في كل المؤسسات حتى الرموز برضو ميالين لهناك شوية فأنت محتاج ثورة تصحيح في السودان زي ما تعاملت في الأجيال بتاعتنا ما بعد يناير عملناها في يونيو كل دوت احنا هنستمر في الأزمة دي في المشهد السوداني يعني الارتباك ده هستمر فترة كبيرة المشكلة أنه هو جاي في الفترة اللي خلاص دعنت فاضل شهر أو على المل دلوقت يعادين بيتباهوا أنه هم خلاص بيتهاروا للمنطقة اللي هيملوا فيها السد وفيش حد يقدر يوقف ولو انتوا عايزين تضربونا احنا هنبني السد بعظام الشهداء بتوعنا المل والروح المعنوية هناك دوت والشحن ده كله ضدنا فاحنا لازم من ناحية نشتغل نفسيا ونحية تانية نشتغل بالضغوط السياسية ومن ناحية تالتة ما نستبعدش خيار العسكري زي ما اسرائيل ضربت قبل كده المفاعل النووي العراقي والسوري وما حدش يتكلم احنا من حقنا ندافع عن قوتنا وحياتنا دي مسألة حياة وموت مش اي حد يتكلم في الموضوع ده واحنا جاهزين في القصة ما زلنا ماشيين في المصار الطبيعي بتاع المفاوضات والديبلوماسية المصرية عاملة شغل كويس جدا وافتكر ان ورقة الضغط اللي داخل الامم المتحدة ومجلس الامن بدأت تنتج سمار طيبة وهم فكرة ان المال خلال الشهر القادم عشان يختبروا الجسم السد هيتحمل ولا مش هيتحمل لان هما شكين في جسم السد لان جسم السد كله عوار وفي منطقة كلها زلازل فهو ده اللي مخليهم متخوفين اوي برضو يعني ان مشروعهم فاشل هو كده كده بعد اذنك النقطة تانية هو كده كده التوربينات اللي هو كان مفهود ان هو هو يشتغل عليها زي ما حيك بتقول كده بعد مسائل الفنية المعقدة دي تراجعت اعداد التوربينات فبالتالي اساسا الكهرباء اللي هو بيلعب عليها ومش بيلعب على المية هو بيضحك على شعب ده لما هيشتغل بتاقتل كاملة مش هيجيب اكتر من اتنين الكهرباء تراجعت فعلا لو كان عمل محطة كهرباء بالطاقة الشمسية كانت حلت الدنيا دي وكان ينور الدنيا اللي هو بيقع عنده عنده تقريبا 75% من الشعب التاع هو عشان ينطل الكهرباء من المكان ده للاماكن اللي محتاجة فعلا كهرباء محتاجة يعني هو كان اللعب على البيع للسودان واحنا كنا كمان ان احنا على فكرة نشتري منه كان من النوع تبادل المصالح وحان وعن نوصل فكرة ان احنا مش بنموت حد احنا عايزين اختنوا وعايزين الدنيا كلها تقنوا وفايدتنا فايدتنا اللي انت تبقى هادي ومستقرة عشان ده بعد من ابعاد الامن القامل استراتيجي بس هو مش مدرك ده وكمان احنا طبعا مع فضل المبارك احنا سيبنا الدنيا برضو النواية يعني لما انت تلاقي اعداءك الواضحين بيدعموه ويروح نتمياهه في قلب البرلمان الاسيوبي ويقولهم ده انتوا من حقكم ببيعوا المياه زي ما العرب بيبيعوا البترول وتيجي قطر وتركيا تخش على الخط وتدعمهم حتى المغرب بتلعب تحت اساسا نكاية للأسف احنا برضو لازم نبقى واقعيين كل واحد لازم يشتغل على مصالحه وحتى اسرائيل انا بص انا بقى واقعي في الامور دي اسرائيل منطق ان هي تأذيك فانت ما تبقاش مثالي واجه الخطر اللي قدامك واعرف ان كل دول اعداءك كلهم شغلين عليك هم عايزين يعطشك عشان بعد كده وهم مش قادرين دلوقتي العالم كله مش قادر يفهم ان كورونا دي بداية لخطر اكبر ما بعد كورونا ما بعد كورونا زي ما حاج بتقول هو كل العالم باصص لما بعد كورونا وفعلا عالم ما بعد كورونا احنا دلوقتي في حرب جرسومية او بيولوجيا بكل ابعادها هنطلع منها انخش في حروب ورسم خريطة كبيرة جدا من العالم احنا عندنا دلوقتي فلسطين بتنتهي تماما هتبقى خلاص من التاريخ مع ضم حوالي 60% من الضفة الغربية وكمان نهاية تمة لمشروع ما يسمى بالدولة الفلسطينية للأسف وحتى كمان هم بيشتغلوا بيقولك ان كل الخطوط مش هبقى فيه خطوط عربية فلسطينية كل الحدود دي هتبقى اسرائيلية من ناحية مصر هتبقى اسرائيلية مصرية ومن ناحية الاردن هتبقى اسرائيلية اردنية كل دوت هتبقى مجرد كده كانتونات للفلسطينيين وطبعا مع الوقت هينتهي الشعب الفلسطيني هم بيلعبوا على فكرة النفس الطويل فاحنا بنتكلم احنا دلوقتي فاضل حوالي 4 مليون جوه في الداخل 4 مليون فلسطيني وهم بيقولوا خلاص مع الوقت هنقتل فيهم ونخلص عليهم فبالتالي هنتهي احنا لازم ناخد بالنا من عالم ما بعد كورونا هو ده اللي احنا لازم نركز فيه زي ما بيشات اللي هو برضو عبد المعلم قاتو بيتكلم على ليبيا كمان 4 شهور هيبقى فيه شغل على السواحل اللي بيه من نسبة الاتراك هينقابوا على الغاز هل احنا هنسك ده اتعقدوا مع حكومة الحكومة التركية وبدأوا فعلا ايوه ده حقيق والنهارده زي المسماري قال فعلا النهارده ان فيه تسليق شغال مستمر وكان فيه موقف واربع فرقطات النهارده كانوا رايحين والامريكان من ناحية زي ما عاجب تقول النات وساكت ومن ناحية تاني يقولك البلاش مرتزق يا جماع فالموقف الامريكي مايا جدا واي حد يقول لي يا جماع ان الجمهوريين ضد المتأسلمين والديمقراطيين هم اللي بيقفوا مع الاخوان اللي اتنين ضد اللي اتنين معانا انا بكلم عن المصالحنا ضد اللي اتنين وقفين مع المتأسلمين بكل انواعهم اذا كان اخوان او دواعش او غيره ما حدش يقول لي خالص ان الجمهوريين ضد المتأسلمين والاحزاب ان كان الديمقراطيين او الجمهوريين في امريكا مش صحاب قرار امريكا دوائر لصنع القرار ومؤسسات كل دول عساكر شطرنج بينفذ ليسوا اكثر من ذلك وبعدين كان فيه حتى فيلم قريبا اللي هو المعز الاليف بيحكوا فيه صورات العالم العربي والخراب العربي اللي عملوهن من ايام بوش وضرب البرجين عشان احتلال العراق مرورا باوباما ومشروع تقسيم الشرق الاوسط والفوضى الخلاقة وفيلم لا يتعدى تسع دقايق نقطة في غاية الاهمية انا مسمي بالمناسبة الاخوان هم صهينة الاسلام فحضرتك لو رأيت الخطاب بتاع الاخوان مع الخطاب بتاع الاسرائيل او الامريكان هتلاقيه واحدة هم نفسهم دلوقتي مسمينا لو ما اعتقدش حد عارف الحكاية دي ردا على اللي احنا بنسميه الخرفان هم بيسمونا المعيز واخد بالك فهي نفس المصطلح اللي ايه اللي مستخدمه الامريكان الاغنام او المعيز واحد فهي حتى وهما بيتكلموا لغتهم لغة واحدة لغة صهيونية واحدة اذا كان صهينة اسلام او صهينة يهود او صهينة مسائيين مش هنختلف لان كلهم ضدنا فلازم ناخد بالنا من الحكاية دي كويس او طيب ازف قوليك بشرة جديدة بيل جيتس نجح في انه يروج للشريحة اللي هتبقى مفروضة على العالم كله يا اما تموت بكورونا يا اما تعيش مسلوب الارادة احركك زي ما انا عايز من خلال شريحة تبس داخل جسمك وجربوها بالفعل 2500 شخص في انجلترا اصبحوا ماشيين بالشريحة دي زي حبة الرزايا كده وبدأوا يخشوا على افريقيا على طول بقى دلوقتي مش مستنين حاجة وجندوا رئيس البرلمان النيجيري وبيتحقق معاه دلوقتي والدنيا هيجا في نيجيريا لانه اخذ عشرة مليون عشان يمرر القانون بتاع اجبارية انك تاخد اللقاح اللي هو الشريحة احنا رايحين على فين؟ وهل فعلا الشريحة دي هتبقى هي البديل بعد كورونا عشان يتحكموا في شعوب العالم؟ وبعدين الشريحة دي ظروفها ايه؟ يقولك ان اللي عنده اكتر من خمسين سنة بتأثر عليه وبيموت في خلال ست شهور لان نسبة الزبزبات اللي فيها عالية جدا لا بيتحملها القلب ولا المخ فهل ده فعلا عايزين يتخلصوا من سلسايا العالم ويبقى باقي مليار او اتنين مليار خدم لمية الف اللي هم الصهيونية والمسونية العالمية والا احنا رايحين على فين؟ وهل الشعوب هتقبل؟ وبدأت المانيا يحصل فيها مظاهرات لما اضطرح حزر امر واوروبا كلها دلوقتي في حالة غليات والامريكان والمسونية بتعتبر ان اوروبا العجوز خلاص في طريقها للزوال شوف انت لو رائبت من اول الازمة حتى من قبلها ببداية بشوية كل مواقف بيل جيتس يعني انا بسميه من خلال مواقفي وراصدي لي ده هو مصنب دلوقتي برقم 33 في المسونية العالمية وهذا الرقم ما بيوصلش اليه الا الناس الطب والصفة ده حقيقي صحيح انا بسميه بقى هو رئيس مجلس قدرة العالم الواضح لي واخد بالحضر ده كل مواقفه من اول الازمة لغاية دلوقتي هو اول واحد يبيع الانصبة بتاعته في البرصات العالمية قبل الكورونا هو اول واحد لو في فيديوهات مشهورة جدا قبل ما نخش في قصة الكورونا يعني عشان الوقت بيدهمنا احنا عايزين ننوه بس لان كورونا يا جماعة مش حكرة على حد او ان احنا لما بنقول ناخد اجراءاتنا الاحترازية ونخاف على بعض ونخاف على قصارنا مش ده كل فئات المجتمع اصيبت يعني الاطباء اللي بيعالجونا اصيبوا بعض القضاء اصيبوا محاميين اصيبوا وخايفين ينزلوا المحاكم بعد توقف ثلاث شهور وكنا بنقول الحياة القضائية توقفت تماما وبدأ التعود من اول ستة الصحفيين خمسة اعلاميين اصيبوا والنهاردة الرقم عشرة في الصحفيين اخ وزميل عزيز دينا وحد دمس الخلق وجميل الاستاذ حسين الزناتي امين صندوق نقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة علاء الدين شفاه الله وعفاه هو اللي بنفسه ازاع عن نفسه النهاردة على الفيس انه عمل المسحة ووجد انه ايجابي فبندعوله بالشفاء وبندعوله بالشفاء لكل مصاب وكل المصريين وكل البشرية لان ربنا خلقنا شعوب وقبائل لنتعارب مش عشان نتحارب مش عشان نقتل في بعض فربنا يشفيه ويعفيه بإذن الله نرجع لقصة بيلجيتس انا عايز الناس ركز جامل جدا مع مواقف بيلجيتس هو بقول حاجة زي ما قلتلك هو اشترى هو اول واحد يختفي من السوق هو اول واحد يتكلم على الكورونا قبل ما تظهر ده من سنتين ده حقيق وبيدلنا صورة قبل ما تحصل بكتير وهو كمان اللي بيزبق كمان وسابقهم كلهم وقالك عندنا المصل المصل دوت اللي هو الشريح فبيلجيتس دوت عايز تعرف الدوني راحة فين اسمع له وشوف هو بيفكر بأنهي طريقة هو البوق الاول دلوقتي للمسونية يعني هو بعيد عن مسونية او مش مسونية انا مواقفه بالنسبالي هي مواقف حاكمة لان الواحد جربه قبل كده وكان واضح جدا وصريح ليه هو بالذات اللي هما بيتحركوا بيه دلوقتي او بيتحكموا فيه خاصة ان هو ليه برضو ليه شعبية كبيرة في الخليج مثلا وليه كلمة كبيرة فيه في الاوساط كتيرة عند المسلمين ومش عند المسلمين ويعتبر فيه كل واحد فيهنا من خلال المبين مايكروسوفت بس هو كمان دلوقتي تراجع في الحكاية دي شوية وعنده اهتمامات اكتر تانية فهو يعني الدنيا تجاوزته في القطار ده فاحنا لازم واحد زي البيلجيتس احنا نفسنا يكون عندنا عقلية زي عقلية بيلجيتس يحرك ويشوف الدنيا راحة فينه ويروح هو سكة تانية احنا عجينا العقليات دي احنا ما ننتقدش بيلجيتس احنا نفسنا يكون عندنا نسخ كتيرة من بيلجيتس لازم نستفيد من العقليات دي بتتصنع ازاي عشان نعمل زيها واتصور ان مصر بريادتها وبيقيادتها شئنا امقى بينه في تحديات او ما فيش تحديات برضو عندها يعني هي انا اعزي المؤسسة دولة دولة مصرية عندها الروح دي وعندها الهيبة دي وعندها القيادة دي ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه اكتر واكتر محدش يدرف فينا ومحدش يكسرنا ونقوم كمان يعني مثلا امريكا بعد ما كانت الحاجة كلها بتتكسر بقى اربعة يامة وخمسة يام دلوقتي في انتفاضة السود وكله بيقول لا ده هي في الولايات الديمقراطية بس الحكاية معدية كمان والحكاية ممكن تبقى احمق وصلت كل الولايات وفي الحظر التجوال والغريب بقى اين حقوق الانسان هناك واين الديمقراطية وفي الولايات اللي كانت دوشانة على واحد جاسوس والتاني عميل وبتتكلم وامريكا كل الوقت تتكلم عشان فرض اللي عاملينه هناك دلوقتي محد تسمع صورة ده بيحرقوا العالم الامريكي وبيفسقوا عليه وبيقولك اصلا هم عشان هم مش امريكان يعني هم دلوقتي ما بيحرقوا امريكان يعني دلوقتي مش هم مش دي بلد الحرية وبلد البلد الهم ده مولودي في ارضها واللي هو البلون بقى دلوقتي يعني هو دلوقتي هم بيقسموها لا هم عنصريين ده 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 اللي حصل ده بيؤكد ان العنصرية مزالت هي الحاكم الرئيسي عندهم وان هؤلاء شعوب بينظرون على ان احنا شعوب درجة ربعة مش التانية ولا تالتة احنا في اعتأيام الفوضى في مصر في ايام يناير ما حصلش حاجة زي كتير الحمد لله ما حصلش حتى لو حصل بيحصل من الاخوان لهم صهينة الاسلام بيقسموها اموميين وكان مرتب بالفوضى الخلاقة اللي قاعدوا قاعدوا انفخوا فيها في النار بتاعتها من الفين وستة ونقول يا اخواننا احذروا ما هو قادم احذروا مشاريع التقسيم والتقسيم احذروا الفوضى الخلاقة كله كان ودن من طين ودن من عجين لغاية ما بس اللي انا الان منه بقى اللي احنا ايام 11-9 ستمبر احنا اللي دفعنا الفطورة احا اللي انا الان منه بقى الفطورة اللي بتحصل في امريكا دي احنا برضو اللي ندفع تمنى اللي هندفع الفطورة دي الخطورة بقى بس احنا لازم بقى يعني المؤمن المفروض ان هو بتعرف لو عندنا وقت كنا عرضنا الفيلم اللي هم عامدينه التسعة دقايق ياريت ياريت يا جماعة والله او الحلقة الجاية توعدنا انك تكون معانا والنقش لان في حتى الارضية بتاعته ارضية الشطرنجة بتاعت الماسونية وكل التداعيات وكل شيء حاجة يعني ما بيكسفوش يعني هو اضمرك ويقولك انا ضمرتك ازاي وانا هو اضمرك تاني ازاي تعال انا من الحلقة عن الموضوع دوت وحلقة عن الماسونية وعلاقاتها بالتصوف اليهودي الكابلاء لانا في ناس كتير جدا متعرفش الكلام ده وفيلم الظل الجديد الظل الجديد دوت اللي بيبشر بقى كمان بنهاية العالم وان ازاي فعلا عايزين يخلصوا من 6 مليار ونص من البشرية على مستوى العالم ويفضل مليار خدمين للصفوة اللي هي لا تتعدى المية ألف كنا لما بنسمع الكلام ده زمان نقول ايه استغربوا نظراتي وامرة وبداعوة هو احنا وصلنا لكده لكن ان الامور تصل لهذه الدرجة يعني الوقت تجري بسرعة معاك وسعيدنا بيك حوار في غاية الهمة بجد والله وعلى وعد بلقاء بإذن الله قادم بإذن الله نناقش فيه الأمور دي عشان الناس تعرف بس احنا راحين على فين وان احنا اصبحنا عساكر شاطران بيلعبوا بينا وان عندنا الحمد لله ربنا حابة هذا البلد ومن حرصه لها انه فيها جيش قوي وعلى رأسها قيادة سياسية وعية جدا تنبهت لده بدري فسلحت الجيش وقعدت تسليحه وبناءه من جديد لما هو نعانيه الآن على تلك جبهات اتجهت للزراعة والتنمية في وقت العالم داخل على مجاعة وقعدوا يترياء ويقولك زابط الكابوريا وزابط السمك احنا دلوقتي احواج مياه كل الجيوش فيما تم إنجازه صغير اقتصادي بنحي جيشنا البطل وبنحي قيادتنا السياسية وبنحي اللي وقفين على الجبهة بيحربوا الإرهاب بسينة وعشان نفضل احنا آمنين هنا يعني عايز بس قبل ما نقفل عايز أدعو التوانسة نعم ان هما يكملوا ان هما فيه نعم ويسقطوا الإخوان والإخوان دلوقتي على فكرة تعلموا مننا لما عملنا في يونيو فهم عايزين يلبسوا الحكاية لغنوشي ويخلصوا زي ما كانوا عايزين يعملوا في مرسي يخلصوا في مرسي وهم يستنوا فأنا أتمنى التوانسة يصحوا الحكاية دي ما يتخلصوش متغنوشي بس اخلصوا من النهضة كلها التوانسة شعبه محترم وشعبه مثقف غيب غيب لما يكون الإخوان جاء الإمامة التاريخ طول هما اللي سيئين هناك لا يتجاوزوا خمسين ألف وعايزين يتحكموا في عشر مليون بس كده هو ده إن شاء الله إن شاء الله تكون تكون ضربة قادية للإخوان في تونس وكمان هتبقى نصرة كبيرة لغرب ليبيا هتسندنا من ناحية ناحية الشارع اللي اعنا شغالين فيه في ليبيا فإن شاء الله وده ضربة قوية مخابرات التركية اللي بتقول إن الإمارات هي اللي وراء اللي بيحصل مصر والإمارات اللي بيحصل في تونس كلنا وراء الشعب التونسي وإن شاء الله يكمل وإن شاء الله نحتفل الحلقة الجاية بالسقوط الإخوان في تونس وتبقى دي خطوة قوية جدا للمتأسلمين صهين للإسلام دول إحنا بنشكرك شكرا لفهم وعلى وعد باللقاء القادم بإذن الله بإذن الله وبنشكر السادة المشاهدين معلش إحنا طلعنا متأخرين النهاردة ساعة نظرا لخريطة القناة بقى كل سنة وإنتوا طيبين وعلى أمرقاكم الإسبوع القادم بإذن الله على خير حما الله الوطن وحماة الوطن وتصبحوا على خير